ننعي إلى جماهير الناد الأهلي إلى جماهير الوطن كله إلى كل محب الكلمة والحق والقانون والأدب والفكر رحيل قيمة كبيرة تمثل كل هذه القيم مع بعض المفكر ونقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته لقي ربه واقفا كان يدافع عن زملائه المحامين في محكمة الجيزة أباش موندس يعني إن شاء الله كما نتمنى جميعا أن ننهي حياتنا ونحن نعمل ونحن في رحاب القانون دي قيمة أكبر فواحد بقيمة وقدر الله رحمه الأستاذ رجائي عطية يعني وأن كنا نأسى ونأسف لهذه الوفاة وصف أن نفتقده لأنها ميتة يستحقها كما نعى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن والأسى القامة الوطنية والفقيه القانوني الكبير الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين دعيا المولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بخالص التعازي والمواساه لأسرة الفقيد وزويه ومحبيه إن لله وإن إليه رجعون الحقيقة للأستاذ رجائي عطية أعتقد كلكم تابعته ارتباطه بالنادي الآلي اطلع بملفات كتير مهمة لعل كان أبرزها مجلس إدارة الكابتن حسن حمدي كان كلفه بملف قضية شهداء الأهل في مجزرة بورسعيد دافع وكتب مذكرة دفاعا عن أرواح هؤلاء الأبرار الأطهار متطوعا اقترب من مجلس الإدارة جدا حتى في مجلس المهندس محمود طاهر كان مطلعا أيضا بإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي وظل وثيق الصلة بالنادي الآلي وقياداته هو من أعضاء النادي الآلي القدامة المحسوبين على حديقة النادي الآلي يعني تقدر تقول رضع من حديقة النادي شأن كثير منها الدليل على هذا أنه كان عدوا بارزا في فريق الشمس لكرة القدم هذا الفريق اللي علم مصر كلها يعني التزام أيام هذه اللقاءات الكروية الله رحمه أنيس عطية برضو كانت مهرجانا يحرص عليه كل رموض النادي الآلي وقدامة لعبوه وقدام أعضاؤه ويلتزموا بالقانون الظالم بتاع الأستاذ أنيس عطية اللي كان صفارته ما لاش علاقة بالقانون ولكن ليه علاقة بما يريده الأستاذ أنيس عطية واللي كان لما يخسر يقول لك اللعب على آخر جون وهو طبعا اللي كان بيجيب الجون طيب الراحل الكبير من موليد شبين الكوم عام 38 حصل على لسانس الحقوم من جامعة القاهرة عام 59 بدأ المحاما في نفس العام تم قيده بمحكمة النقد محامي في النقد في عام 78 حصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 61 عمل بالمحاما من عام أو بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية وعمل بالمحاما مرة أخرى من 76 وانتخب في الدورة الأخيرة نقيبا للمحامين الحقيقة كان الفقيد الكبير له اهتمامات ثقافية وفكرية يعد واحد من المفكرين العظام كتب برامج للإزاعة من أوائل الستينات الحقيقة كان له برنامج في بداية الستينات من هدي القرآن ومن التراث العربي وفي مثل هذا اليوم والموسوعة الإسلامية وأضواء على الفكر العربي ومعركة المصير كلها كانت إسهامات فكرية كبيرة كتب أيضا رجاء يعطيها عددا من السينيوريوهات للأعمال الدرامية التي قدمت في التلفزيون زي قصة رجل المال للأستاذ توفيه الحكيم وقصة امرأة مسكينة للأستاذ يحيحاقي أيضا كان له كتبات للإزاعة المصرية والعربية وكان واحد من رواد الفكر العربي والإسلامي والإسلامي كان له اهتمامات كبيرة بالفكر والتاريخ الإسلامي أثر الصحف المصرية المختلفة سواء الشروق أو الوفد أو الأخبار اليوم أو كل الصحف التي سعت إليه كان يثريها الحقيقة بكتباته في الفكر العربي والإسلامي وأيضا الإبداع الأدبي والدرامي الكبير شوفوا الشخصية ثرية جدا وأنت أحسن توصفه المفكر والقانوني المخضرم والأديب بتلخص سمات هذه الشخصية وخد كل هذه المجالات وأصل إلى أرفع يعني درجاتها رحمة الله عليه يعني بإذن الله حيسيب فراغ بإذن الله يشغله من يستحقه الحقيقة يعني رحيله يمثل الفقد الكبير والعظيم لأنه حتى وهو متوجه للمحكمة آخر حاجة كتبها على الحساب وعلى الفيسبوك دعاء ختمه بأللهم أطعمنا من خضر الجنة كان آخر حاجة كتبها آخر جملة دعا بها وكان الله يستجيب له بعد نصف ساعة كان في المحكمة داخل المحكمة رايح القاع علشان يلبس الروب ويدافع عن زملائه المحامين كان عندهم مشكلة مع أحد السادة المستشارين فرايح يدافع بنفسه كنقيب للمحامين وكأنه أيضا بيرسي مبدأ وبيعلم قيمة لكل أبنائه المحامين في وحدة الصف المحامين في الدفاع عن المهنة في الدفاع عن الزملاء فرايح بنفسه وهو في هذا العمر وأيضا في هذه القيمة وانت بتتكلم على نقيب محامين مصر فينزل من نفسه عشان يروح المحكمة عشان يدافع عن زميله فتفيد روحه الطاهرة إلى بأرها في نفس اللحظة تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ولأسراته والمحبيه ولزويه وأيضا لأبنائه وزملائه المحامين كله الدعاء بالصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر